ولذلك شوف يعني رب العالمين يوم القيامة يحاسب على الشعارة الشعارة يحاسب عليها يعني كفة الميزان لو واحد بيوزن وبيبيع شغلة وفيها شوية وزن قطرات ماي ولا ها أنا من يومين كنت أشتري سمك فالبيع ما للسمك كان يشيل السمك والسمك المطلعة من ثلاجة كلها ثلج تمام فشال السمك وحطه بالطاسة هذه مات الوزن الميزان فحط السمك عشان بيشوف كم كيلو فطالت شديد يعني يقول لي ثلاثة كيلو قطت له أكيد ثلاثة كيلو شاقل لي ايه ثلاثة كيلو قطت له طيب شوف الطاسة طل فيها فيها شي فطلت شديد يعني يقول لي فيها سمك قطت له موق شي ثاني شاقل يطالع مرة ثانية شاقل لي يعني ايش تقصد قطت له أنا قاعد أشوف فيه شي ثاني وهذا الشي ثاني يثقل الميزان وهذا الشي اللي يثقل الميزان إذا أنت ما تشيله رب العالمين يحاسبك عليهم القيامة فبدأ يطالع شديد وإلا تعرفون أنتو السمك لما ياخده من الصندوق اللي فيه الثلج ياخده معا ثلج اللي ما هو طبعا ما كان منتبه أنه معا ثلج والثلج يثقل الميزان فقام يلقط الثلج وشيله فخف الميزان قطت له شفت إذن السمك ما هو أربعة كيلو أقل من أربعة كيلو بس اللي مثقل الطاسة مثقل الميزان كان الثلج شفتوا هذه رب العالمين يحاسب عليها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالسوق ووضع إيده وشاف أنه اللي فوق جيد من الفواكه ومن تحت ما هو جيد فقال من غشنا ليس منا فإذن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم عقابة عظيم ولهذا كل الأمثلة اللي أنتو قلتوها الحين ومساق ريتها لكم أنا كلها فعلا تصب في الظلم طيب أنا الحين لما خليت عنوان لقائنا اليوم ظلم الرجل أنا بسألكم سؤال وبشوف جوابكم هنا أبي أسمع الجواب أبي أقرأ منكم يلا أنا جدامي الحين فيسبوك وتويتر بس تويتر عاد كتبه يس أو نو عشان بالإنجليز يبين معاين واليوتيوب ومعاي الإنستغرام منه أكثر يظلم الناس الرجل أكثر يظلم ولا المرأة تظلم أكثر يلا شوف يس زين نوم يس يس شوف التويتر قمت أشوفه أنا بالإنجليزي زين أيوا هني نشوف جماعة اليوتيوب رجل 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 يا ساتر ما خليت أحد يا جماعة اليوتيوب وانتوا يا انستغرام يلا وينيانستغرام نشوف رجل ولا مرأة يلا يا انستغرام رجل رجل ظالم رجلmost رجل 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 هذا جماعة الانستغرام الظاهر انتوا ربع مع جماعة اليوتيوب هاي اليوتيوب هنبدوا المرأة 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 هذا حامد يقول الصراحة اثنين هم والله مريح عمرك يا الانستغرام قلبه وصاروا المرأة خنشوف جماعة التويتر يلا تويتر التويتر رجل رجل انتوا قاعد تلاحظون والفيسبوك اشوف الفيسبوك الرجل رجل رجل مرأة رجل الاثنين حسب اخلاقهم رجل 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 والله الرجال شمساوين بالدنيا ها رجل رجل يا ساتر هذه مؤامرة ضد الرجال هذه ما لعلاقة بالجنس اخواش جواب والله حلو الاثنين في طبقتين اكبر ظلم المرأة تقول رجل والرجل يقول مرأة والله شكلكم جدي انتوا انتوا الحين انا حاس شكلكم جدي المرأة تكتب لي رجل والرجل شكلك يكتب مرأة شكلكم جدي لا هو اقول لكم شي الظلم ما لا علاقة لا في رجل والمرأة يمكن الام قاعد تظلم عيالها صح ممكن البنت قاعد تظلم امها صح ممكن الولد يظلم ابوه ممكن الرجل يظلم جارها ممكن المرأة تظلم جارها او جارتها الظلم ما لا جنسية ولا جنس الظلم ما لا جنسية ولا جنس ابدا طيب بس انا بسألكم سؤال مخالف ها عد خنصي شوي موضوعين ليش اغلب الاجابات الحين الفيسبوك ويوتيوب تويتر والانستغرام ليش اغلب الاجابات قالت الرجل رجل 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 ابي اسمع الجواب يلا كتبوا لي الجواب ليش ليش الرجل اكثر الاجابات قالت الرجل يلا هاتوا اشوف يلا ليش لانه هو قوي لانه لانه متسلط لانه رجل عربي حلو هذي ها لانه المجتمع مجتمع ذكوري والله الرجل مظلوم هذا واحد يقول والله الرجل مظلوم لانه كل شي بيده الظلم يحط بيننا ظننت سؤالك بين الزوجين لا موش اتراجيه اتكلم عن رجل ومرأة بشكل عام يعني حتى الاخ مع اخواته ما لا علاقة لانه الرجل صار مهمن لبيته وكذا ليش سؤالي ليش جاوبته الرجل اكثر ظلم من المرأة ومن قال لكم ان الرجل اكثر ظلم طبعا احنا ما عندنا دراسات احنا عندنا دراسات وابحاث ما عندنا دراسات وابحاث تقول منه اكثر ظلم الرجل والمرأة ما احد يعرف حاليا لرب العالمين منه اكثر ظلم رجل والمرأة ها منه منه اللي اجج الحروب في العالم الرجال ولا النساء ها انت يا ام ما قدرت عليه لان العصمة ضيدة لان ظلمة اقوى في حال الظلم لا يؤثر لان القوامة عند الرجل يمكن الاثنين النساء لا مرة ثانية الظلم ما لا علاقة لا بجنس ولا بجنسية يعني انا عالشت مشاكل اسرية في دول اوروبا انا اشتغلت في دول اوروبا واشتغلت في امريكا وعالشت مشاكل يعني بيني بينكم بقول لكم الصج انا ما اشوف فرق بين رجل عربي ورجل غربي ولا اجنبي اتكلم في الظلم بل بالعكس يعني انا شفت الظلم هناك ظلم ظلمات من الرجال ومن النساء فالقضية ما لا علاقة لا بجنس ولا بجنسية انتم الان لا تحصرونها بس يمكن الان بعض المتابعين يعني قد تكون امرأة او عايشة ظلم رجل فاكتبت الرجل يمكن رجل انا قاعد اشوف بعض الرجال عايش ظلم المرأة يعني حين المرأة لما ما تقدر زوجها ولا تحترمها ولا تلبي طلباتها ما تعتبر ظالمة تعتبر ظالمة مثل ما الرجل اللي ما يحترم المرأة ولا يقدرها ولا ينفق عليها ولا يأمن لها مسكن واذا خواته ما يساعدهم ولا يعطيهم ولا يوقف معهم يعتبر ظالم واذا في علاقته مع امه وابوه ما يقدر ولا يحترم يعتبر ظالم فاذا الظلم ظلمات يوم القيامة ولذلك الله عز وجل ليش أقول لكم يملي للظالم حتى اذا اخذ لم يفلت طيب سؤال بسألكم سؤال الحين بسأل الاباء والامهات اللي قاعدت تابعوني انتوا تربون عيالكم على العدل العدل قيمة العدل اتربون عيالكم عليها خلا شوفوا بالله يلا هاتوا اشوف هاتوا اشوف اكيد 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 بالضبط اه احاول احيانا يس يس الجماعة تويتر يكتبون بالانجليزي مخالب اه نعم نعم طيب اقول لكم شيء خلا اقول لكم شيء شا اللي يخلي الرجل ما يظلم وشا اللي يخلي المرأة ما تظلم انهم تربوا من الصغر على العدل وعدم الظلم طيب لكن اللي نشأ في بيت يشعر انه مظلم اذا كبر يظلم لنا تربى في بيت انظلم فيه فلما يكبر يظلم شوفوا شلون فاذا هي نسبة وتناسب وهذه مسألة لازم حين نفهمها صح اذا اذا حنبي العدل العدل هي قضية في التنشيء او في التربية هذه في الصغر اما في الكبر فالاصل ان الانسان ما يظلم يعني تخيلوا ابو لهب كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات عشر سنوات وكلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وراء ابو لهب يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للإسلام والتوحيد وابو لهب يقول لهم لا تصدقونا ترى هو يكذب عليكم ولد عمي وعرفة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا عشر سنوات ما قط مرة عصب عليه ما قط مرة ضربه ما قط مرة أهانه أبدا أبدا عشر سنوات صابر تخيلوا انتوا الحين لو واحد منكم ينزل بوست في الانستغرام ولا ينزل اللقاء في فيديو في اليوتيوب ولا في الفيسبوك أو تويتر وينتقدونا ثلاثة أربعة شي سوي فيهم شو يردد فعله تخيلوا ابو لهب عشر سنين عشر سنين وهو يلحق انه يصح السلم ويقول لهم لا تصدقون تراه ما هو صادق هذا كذاب تخيلوا ولذلك القرآن نزل بعد هذه الفترة كلها تبت يد أبي لهب وتب فالله عز وجل نصر المظلوم من هو المظلوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو الظالم؟ أبو لهب لذلك كل إنسان يكون مظلوم بمجرد ما يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله فالله عز وجل لا يرد دعوة المظلوم أبداً أما تشوفون استجابتها في الحال أو في المآل أو في المستقبل فدعمة دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب على طول ما تحتاج واسطة ولا في عوائق أبداً توصل لرب العالمين على طول وقصص كثيرة نعرفها انفصلته عن بعض صار الطلاق صار الانفصال تحس من الداخل أنت متوتر تحس مو مستقر من تعرفش تصرف من تعرفش تسوي أرجع مرة ثانية أو ما أرجع أصلح الوضع ما أصلح أتزوج زواج ثاني ما أتزوج هذه التقلبات وهذه الترددات طبيعي وطبيعية عند أي شخص يطلع من علاقة ويكون فيها انفصال أو طلاق الآن شون نتخذ الخطوات الصحيحة؟ شون نبدأ حياتنا من جديد؟ هل نرجع؟ هل نستمر؟ هل نتزوج زواج ثاني؟ عندنا في دكتور خطوبة مجموعة من الخبراء والاستشاريين اللي يساعدونكم في الجواب على هذا السؤال